روفي والد هذا المواطن بعد أن أصيب بسرطان الرئة نتيجة التدخين وجعل نجله يقنع عن هذه الآفة يقدر أهمية حملات التوعية بمخاطر التدخين تكرر لكم على الصلاة أولاً أنا أنصح كل شخص أنه يقلع عن التدخين لأنه لي تقربة مريرة مع التدخين الوالد توفى بسبب التدخين قالوا تليف راوي بسبب التدخين ولهذا أنا ما دخنش وأنصح كمان لقي للشاب أنه يقلع عن التدخين حتى التدخين الإلكتروني اللي انتشر لأيام هذه هذا مضر جداً وشكراً لكم على حملات توعية تساهم في الحد من خطر التدخين بشكل كبير بين أوساط المجتمع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين تبرز أهمية الفعاليات المحدرة من مخاطره لونه أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بمرض السرطان وفق إحصائيات مخيفة تشف عنها المحتصون طبعاً اليوم اللي نتكلم على سرطان أو مسبب التدخين اللي هو مسبب رئيسي لسرطان الرئاة وغيرها من السرطانات أقصد المحصائيات العالمية تقول أن 90% ممن يتوفون بسبب سرطان بسبب مراض الرئاة أو مراض القلب بسبب التدخين والتدخين طبعاً يؤدي لتضخم في القلب أو يؤدي لأمراض متعددة جداً أهمة لسرطان الرئاة ويأتي طبعاً سرطان الرئاة بعد أكثر انتشاراً في العالم بعد سرطان التدخين هذا الواقع المخيف الذي يتسبب به التدخين جعل منه عدواً لابد من محاربته وشحد الجهود للتحذير من انتشاره لكافة أنواعه وأصنافه يعتبر التدخين من أهم المسببات لسرطان الرئاة وليس فقط كتدخين فقط وإنما أيضاً كصورة أخرى مثل معناً الشمة اللي حالياً منتشرة اللي تطرح بشكل موضعي وليس بشكل التدخين فهي تعتبر أيضاً من مخاطر التبغ فاليوم هذا ليس فقط لمكافحة التدخين وإنما هو لمكافحة أضرار التبغ ومما تؤدي إلى ظهور السرطان التدخين يضر الإنسان في صحته وفي ماله وفي نفسه في معدته في جسده في أسنانه في كل شيء أيضاً التدخين يؤثر على من حوله إذ هم يستنشقون هذا الدخان فيتأثر الأطفال وتأثر النساء وتأثر من حوله بهذا الاستنشاء فلابد أن تكثر من مثل هذه الحملات التوعوية في هذا المجتمع حتى ينتصح الناس وننصحهم جميعاً بعدم التدخين الحق من انتشار الأوبئة الخبيثة يبدأ بمكافحة مسبباتها ولعل مخاطر السرطان تنبع من أحد أبرز مسبباته وهو التدخين الذي يستوجب حماية المجتمع من تهتداته مدير سلطان اليمن اليوم عدن